اشتركوا في القناة للمستمعين الكرام الأصدقاء دعائكم وثنائكم وشكركم هذا كل ياتو يعني أنا رح أكون مقصر فيه بحقكم على النشاط اللي كان خلال أيام الماضية دعائكم مؤازرتكم لإليه وتشجيعكم يعني هذا شيء مميز جدا كل الشكر والاحترام والتقدير لإلكم إن شاء الله إني ما بقصر معاكم بأي شيء بإذن الله تعالى عشان ما نطول في أشخاص قالوا لي يذكرنا في بداية الحلقة مش في آخر الحلقة إنه نحط لايك أو ديسلايك فيا إخوان اللي بده يحط لايك يحط بده يحط ما يحطش بده يشير يشير بده يشير ما يشيرش أنتو حرين سوى اللي بدكو إياها هي قناتكو أنتو حرين كل واحد يطلع على إنو هاي قناتو وشو اللي بهمو شو مصلحتو فيها يعملو طبعا خلينا نروح على توقعاتنا اليوم اليوم توقعاتنا اليوم الجمعة ثلاثة وعشرين عشرة القمر ما زال موجود في منزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة أربعة وثلاثة عشر دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وإتلاف الأموال والحرية وطبعا بما أن القمر موجود بالجدي لغاية ساعات الظهر فتأثير رح يكون أو ما بعد الظهر يعني رح يظل موجود القمر فيها فالتأثير رح يكون على جميع الأبراج أنه بتكون الطبيعة الجادة هي المسيطرة ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر لإنجاز بعض الأعمال وبوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية في زاويتين ما قبل خلو المسار وفي زاويتين ما بعد خلو المسار أول زاوية رح تكون هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة واحدة وتسع دقائق قبل الفجر وهاي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة أربع وأربع وثلاثين دقيقة صباحا من واجه مصاعب عراقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحلود بيفتقر البعض لشجاعة أو للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة لخلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة أربعة وأربع وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة اتناعش وستعشر دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش وهذا بعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه من قبل أو قبل خلو المسار طبعا الساعة اتناعش وستعشر دقيقة القمر بيكون انتقل للدلو طبعا تشكيل الزوايا رح يكون فوري فور الانتقال هي بتيجي اتناعش وستعشر دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الوردون الساعة ثنتين وستعشر دقيقة ثنتين وربع يعني ما قبل العصر تقريبا بساعة طبعا تأثير القمر على جميع الأبراج لما بنتقل للدلوم نشعر الآن بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي موسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة شعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفزيون وتجربة طعام جديد بالنسبة للزاويتين الفلكيات اللي ما بعد خلوه المسار أو الوحدي رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة وحدي واثنين وعشرين دقيقة عصرا وهي بتخلق أو بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعك السلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وعطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة وثمانية واربعين دقيقة مساء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع طبعا في زاويتين منفصلات رح تكون بين القمر أو ثلاث زوايا منفصلات رح تتشكل برضو خلال هذا النهار اللي هي من ساعات ما بعد الظهر اللي هي أول زاوية رح تكون هي زاوية تربيع ما بين القمر وأورانوس وزاوية برضو بتكون تربيع ما بين القمر وما بين الشمس وما بين القمر وما بين عطارد هذولا يعني رح تشكل الزوايا هاي برضو رح يكون لها تأثير فعشان هيك نسبة المحوسة رح تكون للقمر عالي جدا خلال هذا اليوم طبعا بما أن القمر رح يكون موجود في الدلو معناة خلال المسار القادم رح يكون يوم 24 عشرة رح يبدأ في تمام الساعة 9.53 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم 25 حتى تمام الساعة 8.17 دقيقة مساءا يعني تقريبا معدل 23 ساعة بعدها القمر رح ينتقل للحوت لأن القمر رح يكون قمر محترق فعشان هيك ما رح يشكل الزوايا وهذا السبب اللي رح يكون خلو المسار طويل فيها أما بالنسبة لعمر القمر القمر المربع 7 أيام في تمام الساعة 10.40 دقيقة قبل الظهر بيصبح 8 أيام نسبة الإضاءة 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21.11 المزاج منتحس بنسبة 25% القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو حتى يوم 25.10 مزاجه سعيد حتى ساعات الظهر وبعدين بيصير منتحس بنسبة 50% أو أكثر شوي عطارد في العقرب ومن ثم رح ينتقل للميزان كمان أكم يوم تراجعا يعني بيرجع يرجوع فعشان هيك رح يستمر التراجع هذا لغاية يوم 3.11 مزاجه منتحس بنسبة 40% الزهرة في العذراء حتى يوم 28.10 المزاج سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13.11 مزاجه منتحس بنسبة 60% المشتري في الجدي حتى يوم 19.12 المزاج منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17.12 المزاج سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14.1 مزاجه منتحس يعني ممتزج بنقدر نحكي إحنا ولكن بما أنه زاويته رح تكون مع القمر بتعطيه انتحاس شوي نبتن في الحوت بيتراجع نبتن في الحوت مش في الحمل نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29.11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي طبعا لسه له سنوات طويلة رح يضل في الجدي فعشان هيك مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم برضو بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل اليوم أكثر شوي بتكوا تركزوا ما في داعي للعصبية والإنفعال ولا الحدية في الطباع وخصوصا أنه ما قبل ساعات العصر من ساعات العصر تنشط في أمور إلها علاقة بالأصدقاء أهم شيء تحاولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا ومهنيا وعائليا وبتكثر الاتصالات بشكل كبير خلال هذا اليوم عندكم برضو في عندكم بعض الأشياء الإيجابية اللي ممكن تستفيدوا منها خلال هذا اليوم بما أنه إحنا بنحكي أنه القمر رح يكون موجود في الدلو فمعناته الأمور رح تتعزز بشكل أكبر على الوضع الاجتماعي وعلاقاتكم مع الأصدقاء أو مع المعارف أو الزيارات إما أنتوا تزوروا أشخاص أو أشخاص يزوروكم مهنيا الأجواء رح يكون فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تفكر في بعض الأعمال أو مساعدة بعض الأشخاص لإلك أو تجد بعض الحلول لبعض المشاكل بمساعدة بعض الأشخاص ممكن يدعموك في بعض النقاط ولكن بدك تحذر من التسرع باتخاذ القرارات ومن العصابية أو يتسلل لك نوع من أنواع الاكتئاب أو هيك التقلب في المزاج في بعض الأوقات صحيا ممكن تحمل هاي الفترة نوع من أنواع القلق على الصحة بتكون صحة أحد الأحباء حاولوا أنكم ما تفرضوا رأيكم على حد بالفترة هاي وخلوا طريقة التعامل ما بينكم تكون ودية الوضع المالي تقريبا في بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم ما راح تكون أقوى كفرص هي ما قبل ساعات العصر فممكن تحصلوا بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية تكون ناجحة معكم من ساعات ما بعد الظهر بتكون تحاولوا تضبطوا ميزانيتكم قدر الإمكان وخصوصا المحبطين عاطفيا اللي ممكن يتفششوا بمشتريات ماء الهداعي أو مش ضرورية بالنسبة للوضع العمل تقريبا في عندكم بعض الفرص أو حل قضية معينة أو لشيء له علاقة بالعمل شوي بكون بحاجة لنوع من أنواع الاجتهاد المستوى على مستوى الامتحانات أو مستوى الدراسة الأجواء بتعتمدش على الحدود ما في أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية بالعكس أنت بتعتمد بشكل روتيني على هاي الأمور وأنا بنصحك أنك تدرس ويعني تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحدود برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أما في ساعات العصر بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتج المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن تضغط عليك بعض المسئوليات أو تواجه أمر صعب أو معقد خلال هذا اليوم أهمش أنك تلتزم بالمسئوليات الفترة هاي ممكن يكون فيها يعني نوع من أنواع الوعد أو واعدة بشيء مميز يعني هاي فرصة جيدة لتوطيد العلاقات على مستوى العمل أو الدعم في مكان العمل ممكن شوي تواجه بعض الضغوطات في خطأ معين أو معاملة أو علاقتك ما بينك وبين زملاءك أو رؤساءك بالعمل أو مشاحنات أو ملف يكون صعب يعني يطلب منك الاجتهاد أكثر أهم شيء أنك ما تظهر استياءك قدر الإمكان برضو بساعدك هذا على نقاط إلها علاقة بالأموال ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بديون بالقروض بالمعاملات بالأشياء البنكية أو بأشياء إلها علاقة يعني بأقصاد أهم شيء أنك تنتبه من مشاحنات أو سوء تفاهم ممكن يصير ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم وحديت الطباع وفرض الرأي وما تصدر قرارات تكون متزمت فيها شوي بدك تنتبه يعني ممكن اليوم إما أنك تتلقى خبر يكون صادم لا إلك لأن الأمور ممكن ما تمشي معك بالشكل اللي أنت بدك وبرضو احتمالية أنه قلق على صحة أحد الأحبة تكون واردة بالنسبة لصحتك أنت تقريبا نقدر نحكي أن الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية دعمتك يعني ما في أي تأثيرات على الوضع الصحي إلا أنه ممكن تكون أمور عابرة أو تقلبات بسبب الوضع النفسي برج الجوزاء بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالي المشترك أهم يشينكوا تخففوا من النفقات وخاصة ما قبل العصر من ساعات العصر بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات في عندك نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب إلها علاقة بالسفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا وممكن تفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة اتحرك على مختلف الأصعدي لأنه اليوم عندك فرص كثيرة اليوم النشاط عالي جدا وخصوصا من ساعات ما بعد العصر بتنقلب الأجواء بشكل واضح تماما لدرجة أنه ممكن ما تهدأ وتيرتك خلال هذا اليوم من كثرة الاتصالات والالتزامات اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم رح يدم بشكل جيد وخاصة على صعيد اللي بدرسه دراسات عليا طبعا بسبب نحوست القمر بنصح أنا أنه تدرس وتستعد وما تعتمد على الحض عندك سرعة بديهة عالية جدا بتخوي من أمورك حتى المستوى العاطفي أو العلاقات أو حتى على مستوى يعني بعض المكاسب اللي ممكن تجيك بشكل مفاجئ عندك يعني سرعة بديهة عالية ولكن الأهم أنه ما تهمل صحتك وما تتسرع بإنجاز أعمالك انت به أثناء قيادة السيارة برضو الفترة هاي يعني شوي بدها نوع من أنواع الحيطة والحذر بالأمور المالية صحيح أنه فيه موضوع مالي مقلق بالنسبة لإلك اليوم ممكن تتوضح بعض الأمور لإلك برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتظل الأجواء الرومانسية مشجعة لغاية تقريبا ساعات العصر من ساعات العصر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم وإدخال تعديل على نمط حياتكم عشان لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك ممكن يطمئن بالك لأمر ما وتفرح لتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة طبعا الأجواء رح تكون قوية جدا اليوم يعني خصوصا على المستوى العاطفي فيها نوع من أنواع التقلب وخصوصا مع الانتقال اللي رح يصير للدلو اللي هو بيتك الثامن ممكن شوي هيك مزاجيا أنت تكون مضطرب أو عندك نوع من أنواع الحساسية العالية اتجاه الأحبة وخصوصا الأبناء أو الوالدين أو الحبيب نفسه بتنشط في أكثر من اتجاه وبأكثر من حركة ولكن أهم النقاط اللي رح تركز عليها خلال هذا اليوم اللي هي المعارف والعلاقات الاجتماعية بشكل كبير وبرضه في نفس اللحظة الوضعي المالي هو أكثر الأشياء أو ضبط الميزانية اللي ممكن أنه يلفت انتباهك أكثر وتركز عليه أكثر اللي هو المضع المالي والوضع العاطفي برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم طبعا هذا الأمر رح يظل متركز على العمل وعلى الصحة لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء على مستوى المال أو على مستوى العمل أو على موضوع معين بيتعلق فيكم وفي شركائكم لهم الأزواج حافظ على هدوءك وما ترتجي الكلام أو توجه ملاحظة خصمك في هاي الفترة قوي وما بيرحم بتحملك هاي الأيام ارتباط مهم أهم يشأنك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي طبعا في حال انتقال القمر للدلو القمر بصير مقابلك تماما هذا بعطيك حضور على مستوى الشراكي صحيح ولكن بالمقابل بضعف من طاقتك فعشانه ما تندفع كثير بالفترة هاي أو تتخذ قرارات حاسمة ويبتعد عن أي أمور إلها علاقة بالقضاء أو بالقضايا القضائية أو المراكز الأمنية لأن الأمور ما رح تكون لصالحك طبعا التركيز رح يكون على مسائل بيتية وأمور إلها علاقة بالعائلة وبعض الأمور اللي إلها علاقة بتطوير وضع ما إله علاقة في البيت في بعض الأمور اللي رح تهتم فيها بشكل جيد على مستوى التناقلات والاتصالات والحوارات بشكل واضح تماما الوضع المالي بشغل فكرك باتجاهات كثيرة عشان هيك أنت بتحاول تجد بعض المخارج أو تجد بعض الحلول لوضع أو لأزمة معينة ماليا هي أكثر شيء من أرقك وبرضو مسائل العمل اللي أنت بلشت تحط خطوط عريضة الآن على أساس أنه أنت تلتزم فيها أو تنفذها كمشروع أو كبداية جديدة إلى الفترة القادمة أهم نقطة أنه خلي علاقاتك يعني تقريبا ودية أكثر وخصوصا مع الأشخاص اللي من خارج البلاد أو الأجانب عنك برج العذراء طبعا بتظل الرغبة قوية جدا تقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بيتراكم العمل عندكم أهم إشأنكم ما تهملوا صحتكم حاذر من التعب الصحي أو تعب جسدي ممكن يمنعك التعب الجسدي من أذى واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارية أو ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر طبعا السبب أن القمر لما بنتقل أول شيء أمور عاطفية رح تظل مستمرة معك من الآن لغاية ساعات العصر وأنت الأمر العاطفي أو أمر الحب أو أمر الغرائز أو أمر اللي هي الأمور اللي إلها علاقة بالترفي هي أكثر الأمور اللي أنت ممكن تهتم فيها صحيح أنه العذراء معروف عنه أو كل علماء الفلك بقولوا عنهم عقلانيين ولكن الإشي اللي ما بيعرفون الناس كلها إنه العذراء عندهم عاطفي جياشي وعاطفي قوي جدا ولكن داخلهم ما بيعرفوا يعبروا عنها اليوم هاي الأمور أكثر شيء رح يظل مركز عليكم لغاية ساعات العصر ولكن من ساعات العصر بدكوا تنتبهوا صحيا وبدكوا تنتبهوا من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت والعلاقات المنزلية ممكن تكثر عندك الاتصالات والحركة بشكل كبير أو عندك أكثر من مشروع أو فكرة حابب أنك تنجزها وتتممها خلال هذا اليوم ولكن ابعد عن المخططات اللي شوي ممكن يكون تطلب نوع من أنواع الدهاء أو الخباثة يعني هذا اللون ما رح ينفع معك خلال هذا اليوم برضو اهتم بأمور الاتصالات البعيدة لأنه في منها نوع من أنواع الفائدة برج الميزان بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم تظل التركيز عليها والأعمال والشغل المنزلي والمشتريات وحتى الترتيب وعلى مستوى أفراد العائلة هاي الأمور أكثر شيء بيظل شغل فكركم لغاية ساعات العصر من ساعات العصر تنعكس الأمور تماما بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرصة النجاح عندك وتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة هاي الفترة ممكن تتلقى من خلالها إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد فترة شوي كانت ضاغطة أو هي مش فترة هي مدة طويلة ضغطتك بشكل كبير أهمش أنك اليوم يعني تستغل كل الفرص الإيجابي وخصوصا من ساعات العصر اللي رح تنشط بشكل كبير بالحركة والاتصالات الوضع المالي رح تركز عليه بشكل كبير ممكن تحصل بعض المكاسب خلال هذا اليوم اللي بيجيك من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو على شكل هدايا في نوع من أنواع التكريم رح يجيك خلال هذا اليوم الوضع العائلي صحيح أنه في بعض الاهتمامات رح تظل موجودة ولكن اليوم اهتمامك كله رح يكون عاطفي ترفيه تجميل برج العقرب بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتظل الاتصالات هي شغلكم الشاغل والأفكار اللي اليوم بتظلها تيجي في راسكم إما الدراسة أو المطالعة أو المراسلات أو الاتصالات هاي أكثر شيء رح يظل شغال في محكم لغاية ساعات العصر من ساعات العصر رح يصير فيه أمر له علاقة في البيت فعشان هيك بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم إيش إنك تلطف من الأجواء العائلية الضاغطة لأنه هاي ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك وتخليك تستاء أو تحتد عشان هيك ما تكبر الخلافات ما بينكم والأهم إنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك لأنه اليوم برضو في عندك أكثر من أمر الأمر الشخصي هو رح يكون ظاهر بقوة خلال اليوم هذا وشخصيتك رح تكون غير يعني حتى طريقة كلامك رح تختلف تماما ممكن في لحظات تكون حاد الطبع وفي لحظات ممكن توجه انتقادات وتكون قاسية جدا ضبط الأعصاب مطلوب عندك خلال هذا اليوم وكمان اليوم ممكن يتوجه لك دعوات إما لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بنقاء بعض الأصدقاء برج القوس اليوم برضو بحمل لك بعض الفرص اللي إلها علاقة بالمكاسب المالية ولكن من جهة أخرى ثم نفقات يعني النفقات لاحقيتك لاحقيتك في نوع من أنواع المصاريف أو الالتزامات عليك اليوم أو ضغط مالي معين أو إيجاد مخارج لبعض الضغوط المالية إما فواتير أو رواتب أو أقصات من ساعات العصر بتكثر عندكم الاتصالات والنشاط بصير عالي جدا أهم شيء أنك تنتبه أثناء تنقلاتك وحركتك من الإصابات ممكن اليوم تحمل لك هاي الفترة فترة مهمة جدا للتواصل مع المجتمع وبرضو لإصماع صوتك ممكن تناقش بجراءة وسرعة البديهة تكون عندك عالية جدا ممكن تقوم برحلة رحلة عمل مثلا أو تفكر بالخروج بنزهة معينة ممكن تتحرك بفاعلية كبيرة وتقوم باتصالات أهم شيء أنه الوضع رح يكون عندك يعني زي قدرة الانتشار العالي إما باتصالاتك أو بحواراتك اللي ممكن تسفر عن اتفاق أو مصالحة أهم شيء أنه أنت تعزز من علاقاتك وثقتك بالنفس والأشخاص اللي أنت بتعرفهم ممكن بعضك يقلق بشأن صحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لا إله أهم شيء برضو تراقب الوضع الصحي عندك في بعض الأوقات أو صحة أحد الأحبة لا إلك وممكن شويه هيك الوضع المالي يعني يضغط عليك ولكن إجمالا في بعض الأمور من بعد ساعات العصر رح تكون لصالحك وتدعمك بقوة كبيرة برج الجدي طبعا بما أن القمر موجود عندكم لغاية ساعات العصر فالنشاط والحيوية موجودات أكثر وعندكم قدرة على إنجاز كثير من مشاغلكم خلال هذا اليوم ثقتكم بأنفسكم عالية ومع ساعات العصر الأجواء رح تنقلب باتجاه الوضع المالي فعشان يمكن تعيد وتنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنك ما تغامر بأموالك أي فترة حذرة ماليا ومعنويا أهم شيء أنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن خلال هذا اليوم ممكن لشوي كلك اهتمام بالعلاقات الاجتماعية أو اللقاءات أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء الأهم أنك ضبط النفس أثناء استفزاز أي أحد إلك يعني بمعنى آخر أي واحد بحاول أنه يستفزك ما في داعي أنك تواجهه مباشرة خذ نفس وفكر في الأمر ويعرف كيف أنت تتصرف ممكن تستثمر بعض العلاقات خلال هذا اليوم وممكن تستغل بعض الأشخاص لإيصال صوتك لبعض الأشخاص يعني نوع من أنواع المساعدة أو نوع من أنواع الواسطة بمعنى آخر الاتصالات الخارجية قوية جدا وتواصلك مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد قوية على مستوى الامتحانات والدراسة برضو الأجواء ابتدعمك بقوية خلال هاي الفترة الأجواء العاطفية برضو في إلها وجود ممكن أنها تعزز بعض النقاط العاطفية عندك وبقوية برج الدلو طبعا بما أن القمر رح يظل لغاية ساعات العصر موجود بالجدي معناته التعب رح يظل مسيطر عليكم وبظل هيك رغبتكم يعني مضطربة تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم يعني ممكن بعضكم يتغيب عن عمله أو يتأخر عن عمله حتى ساعات العصر من ساعات العصر بتسعدوا أو بتستعيدوا بتسعدوا أول إشي بلقاء بعض الأشخاص وبتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق الفترة هاي رح تصير لصالحك بقوة وتدعمك طبعا اليوم ما رح تحس بالفروق الكثير لأن القمر منتحس ولكن مجرد دخوله لعندك هي إشارة إيجابية أنه في نوع من أنواع التغيير أهم مش أنك تضبط عصابك ما في داعي للعصبية ولا للحدي خلال هذا اليوم دير بالك تدخل في شؤون غيرك ما توجه انتقاد هاي أهم الملاحبات اللي أنا حبيت أنبهك لإلها أثناء تحركاتك انتبه من الإصابات أثناء قيادتك للسيارة دير بالك من التسرع ما في داعي للإنفعال والمغامرة خلال هذا اليوم اللي عنده امتحان أو عنده مقابل يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد اليوم ممكن تكثر عندك الاتصالات والحوارات وخصوصا من ساعات العصر بشكل إيجابي ممكن يصير لك اهتمام بوضع مالي معين أو تحاول أنك يعني هيك ترتب أمور مالية إلها علاقة بالنفقات أو الالتزامات في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالنشاط الاجتماعي ممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو بصحبة حبيب أو رفيق أو شخص بعز عليك برضو علاقتك مع الإخوة والجيران والعائلة جيدة ولكن ممكن شوي وضعك الصح يكون بحاجة للرعاية برج الحوت طبعا حاولوا كل إشي مهم أو ضروري تحاولوا تنجزوا يابل ما توصلوا لفترة العصر من ساعات الصباح عندك نشاط ما بينكو بين الأصدقاء ممكن تلجأوا للأصدقاء هدول لمساعدتهم أو لتوزيع مهام أو أنك توكلهم بمعض الأمور اللي بتخصك لإنجازها لأنه من ساعات العصر القمر رح يكون موجود في الدلو يعني بمعنى آخر في بيت متعبة فعشانك رح تدخلوا فترة غير مريحة بلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنب اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوظ حاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة خلال هاي الفترة لأنه ممكن يخيب أملك أو تتأخر أعمالك خلال الفترة القادمة فعشان هيك بدك تحاول ترتب الأمور بطريقة ما إنها تنجز أعمالك بدون ما أنت تكون بالصورة يعني يوكل أشخاص أنهم يتمموا الأعمال عنك راقب وضعك الصحي بشكل جيد وفي نفس اللحظة راقب مصاريفك بالفترة هاي لأنه ممكن تكثر عليك بعض الالتزامات أو بعض الضغوط الفترة هاي لازم تمر فيها كل شهر ولكن الفترة هاي بالذات أنت اللي قادم لإلك هي تعويض لكل إشي سبق لأنه دخول الشمس على العقرب هاي قوة هائلة بالنسبة لإلك والقمر لما يوصل لعندك راح يعوض عليك كثير من الأشياء اللي فاتتك بالفترة الماضية في مكاسب في أرباح جاية على الطريق أهم يش إنه الفترة هاي دير بالك صحتك ما تجهد حالك احذر من الإصابات هاي أهم نقاط اتصالاتك الخارجية قوية جدا وممكن يجيك دعم إما من خارج البلاد أو يعني تسعد باتصالات خارجية أو تعارف مع أشخاص أجانب ممكن برضو الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو بالجامعة إجمالا راح تكون جيدة وبقوة عالية جدا إلا أهم زي ما حكينا الوضع المالي إنك تحافظ عليه أثناء حركتك ما تجهد حالك كثير حاول إنك ترتب وضع البيت ما تستاء من التصرفات كل شيء راح يرجع لحضنك زي ما بولوها ولكن عند وصول القمر لعندك يوم خمسة وعشرين الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء